موسيقى مساء النور مرحبا بكم المتتبعي وقراء موقع الفبراير اليوم في هذا الموعد المسائي المتعلق بتخديم الحاصلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في بلادنا فقد عملت وزارة الصحة اليوم الخميس 3 شتنبر عن تسجيل 1400 حالة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66855 حالة بمعدل تراكم إجمالي يصل إلى 184.1 لكل 100 ألف نسمة وبمعدل إصابة في كل 24 ساعة يصل إلى 3.7 لكل 100 ألف نسمة أما بخصوص الحالة المستبعدة فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2082 تحليل مخباري خلال 24 ساعة الأخيرة بخصوص حالة الوفاية فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 37 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة أي بمعدل لفتك يصل إلى 1.9% يسلم جموع الوفاية ببلادنا من الابتشار الفيروس في الثاني من مارس الماضي إلى 1253 حالة الوفاة للأسف أما فيما يخص المتعافين فقد سجلت 24 ساعة الأخيرة 866 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات التي تعافت من هذا الفيروس إلى 51.223 حالة أي بمعدل التعافي يصل إلى 76.6% وقد وصلت الحالة النشيطة بعد تسجيل 1400 زوج إصابة إلى 14379 حالة النشيطة منها 193 حالة خطيرة أو حرجة 47 منها تحت تنفس الصناعي بخصوص كزيع الجغرافي لهذه الحالات فقد سجلت جهة الدار البيضاء 496 حالة منها 359 بمدينة الدار البيضاء 33 حالة بمدينة المحمدية 31 حالة بمدينة النواصر 18 بمدينة الجديدة 17 لكل من برشيد والستارس 10 بمدينة مديونة 8 بسدي بن نور و3 ببن سليمان ثم سجلت جهة مراكش 191 حالة 165 حالة منها بمدينة مراكش و10 بمدينة ليوسفية 8 بمدينة الصويرة 6 بمدينة رحمنا فيما سجلت إقليم الحوز حالتين جهة درعة فيلت سجلت 147 حالة 80 حالة منها في مدينة الرشيدية 35 في ورزازات و30 في ميدلت ثم سجلت مدينة زاقورا حالتين جهة فاس مكناس سجلت 147 حالة 57 منها بمدينة فاس 31 بمدينة تازة 23 بمدينة مكناس 11 بمدينة الحاجب أفوان 11 بمدينة بولمان 9 بمدينة الحاجب 6 بمدينة توننت 5 بإفران و3 بصفرو ثم حالتين بمولايقوب جهة الرباط للقونيتارة سجلت 134 حالة منها 44 حالة بمدينة القونيتارة 26 حالة بمدينة الرباط 25 بسالة 17 حالة بمدينة تمارة 12 مدينة سيد القسم 7 حالة بسيد سليمان و3 حالات بمدينة الخميسات جهة طانجة تطوان حسيمة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 89 حالة إصابة منها 36 حالة بمدينة طانجة 29 بمدينة تطوان 10 بمدينة الحسيمة 8 بمدينة المضيق ثم 4 حالات بمدينة العريش وحالة واحدة في كل من وزان وشوشون جهة الداخلة والدهب سجلت 72 حالة إصابة كلها بمدينة والدهب جهة سوس مسا سجلت 54 حالة إصابة 25 منها في أقادير الدوتانوت 10 حالة في طانطان 9 في إنسجان أيتم اللول 5 حالة بتيزنيت 4 حالة بشتوكة وحالة واحدة بتارودانت جهة بني ملال الخنفرة سجلت 35 حالة بني ملال 13 حالة أخر يبقى 9 حالات مثلها في الفقي من صالح ثم 4 حالة بخنفرة جهة الشرط سجلت 24 حالة إصابة 16 حالة بمدينة وجداء 3 حالة بن نادور حالة بكل من فيقي وقرسيف وحالة واحدة بمدينة دريوش جهة العيون السقية الحمارة سجلت 12 حالة 9 حالات منها في السمارة ثلاثة في العيون جهة كل من موادنون سجلت حالة واحدة بمدينة أسا الزي وتهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين بالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وكذلك رسل يدين في كل استعمال في كل استعمال المسائل الخارجية شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر